انظروا إلى هذين الشخصين وهما يرفعان الأثقال الشخص على اليمين يرفع الأثقال أسرع لكن كلاهما يبذل نفس الشغل وذلك لأن الشغل هو مقدار الطاقة المنقولة أو بتعبير أبسط الشغل يساوي كمية الطاقة التي تعطونها لجسم ما أو تأخذونها منه الشخصين يعطيان الأثقال نفس طاقة وضع الجاذبية وكلاهما يرفع الأثقال لمسافة 2 متر نرمز للمتر بـ M وكتلة الأثقال تساوي 100 كيلوغرام في الجهتين نرمز للكتلة بـ M وللكيلوغرام بـ KG وعندما تعوضون هذه القيم في معادلة طاقة وضع الجاذبية تجدون أن الشغل الذي يبذله كل شخص يساوي 1960 جولا نرمز للجول بـ J لكن الشخص على اليمين يرفع الأثقال بشكل أسرع وهناك طريقة للتمييز بين ما يفعله هذا الشخص وما يفعله الشخص الأقل بطءا يمكنكم تمييز الفرق بينهما باستخدام مفهوم القدرة تقييس القدرة معدل بذل الأشخاص أو الأشياء كالسيارة مثلا للشغل وهذا على شكل معادلة القدرة تساوي الشغل تقسيم الزمن اللازم لبذل هذا الشغل عرفتم سابقا أن هذين الشخصين يبذلان شغلا مقداره 1960 جولا الشخص على اليمين يرفع الأثقال في ثانية والآخر على اليسار يرفعها في ثلاث ثوان وعندما تعودون الزمن في معادلة القدرة تجدون أن القدرة على اليمين تساوي 1960 جولا لكل ثانية ونرمز للقدرة بـ P ونرمز لجول لكل ثانية بـ J لكل S أما على اليسار فالقدرة تساوي 653 جولا لكل ثانية جول لكل ثانية تساوي واط تيمنا بالمهندس السكتلندي جيمس واط ونرمز لهذه الوحدة بـ W حسنا هذا مثال آخر لديكم سيارة كتلتها ألف كيلو جرام بدأت الحركة من السكون وخلال الثانيتين وصلت إلى سرعة خمسة أمتار في الثانية نرمز لهذه الوحدة بـ M لكل S عليكم حساب قدرة المحرك قسموا الشغل المبذول على السيارة على الزمن اللازم لبذل ذلك الشغل لمعرفة الشغل المبذول على السيارة عليكم معرفة كمية الطاقة التي تم إعطاؤها للسيارة في هذه الحالة تم إعطاء السيارة طاقة حركية خلال ثانيتين وعندما تعودون الكتلة وترمز لها بـ M والسرعة المتجهة ونرمز لها بـ V تجدون أن قدرة المحرك تساوي 6250 واط هذا الجواب يشير إلى قدرة المحرك المتوسطة لأن الشغل تم بذله خلال فترة زمنية عندما تنظرون إلى الفترات الزمنية التي تقل أكثر وأكثر يصبح بإمكانكم حساب قدرة المحرك عند لحظة معينة وإذا جعلتم الفترات الزمنية متناهية الصغر تجدون قدرة المحرك عند تلك اللحظة الزمنية المعينة ونسمي ذلك بالقدرة اللحظية عندما تتعاملون مع الأشياء المتناهية في الصغر عليكم استخدام التفاضل والتكامل لكن هناك أكثر من طريقة لإيجاد القدرة اللحظية دون استخدام التفاضل والتكامل مثلاً لديكم سيارة قدرتها اللحظية تساوي 6250 واط عند كل لحظة ولأن القدرة اللحظية لا تتغير أبداً تكون القدرة المتوسطة تساوي القدرة اللحظية ويساوي 6250 واط بمعنى آخر القدرة المتوسطة عند أي فترة زمنية يساوي القدرة اللحظية عند أي لحظة هذا يعني أن الشغل تقسيم الزمن يعطيكم القدرة المتوسطة والقدرة اللحظية في هذه الحالة لكن إذا كانت القدرة اللحظية تتغير مع تقدم السيارة فكيف تحسبون القدرة اللحظية؟ تعرفون أن القدرة هي الشغل تقسيم الزمن بإمكانكم تعويض معادلة الشغل في قانون القدرة وهي القوة ونرمز لها بـ F ضرب المسافة ونرمز لها بـ D ضرب جيب تمام ثيتا ونرمز له بـ Cosin Theta ثم تقسمون على الزمن ورمزه T يصبح لديكم في المعادلة المسافة تقسيم الزمن اكتبوهما لوحدهما بعيدا عن باقي الرموز المسافة تقسيم الزمن تمثل السرعة المتجهة V إذن يمكنكم استبدال D على T ب V وعندما تعويضون السرعة اللحظية للسيارة عند لحظة معينة في المعادلة تجدون القدرة اللحظية للقوة التي تحرك السيارة في تلك اللحظة الزمنية المحددة إذن لحساب القدرة اللحظية التي تمارسها قوة ما تعويضون القوة المؤثرة على الجسم عند لحظة معينة ضرب سرعة الجسم عند اللحظة ذاتها ضرب Cosin Theta لكن عليكم الانتباه إلى أن Theta هي بالتحديد الزاوية بين القوة المؤثرة على الجسم والسرعة المتجهة للجسم وفي الكثير من الحالات تكون القوة بنفس اتجاه السرعة المتجهة مما يعني أن الزاوية بينهما تساوي صفر ولأن Cosin الصفر يساوي واحد اشطبوا Cosin Theta من المعادلة عندها تجدون أن القدرة اللحظية تساوي القوة ضرب السرعة المتجهة لننخص الدرس سريعاً الآن ما المقصود بالقدرة؟ القدرة هي معدل بذل الجسم للشغل ما المقصود بالقدرة المتوسطة؟ القدرة المتوسطة هي الشغل المبذول تقسيم الفترات الزمنية التي بذل خلالها الجسم ذلك الشغل ما المقصود بالقدرة اللحظية؟ القدرة اللحظية هي قدرة قوة ما عند لحظة معينة من الزمن ترجمة نانسي قنقر